الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جدد إدانة بلاده لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها وشدد السيسي على الوصاية الهشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين ورأى مشاركون أن حضور الملك شخصيا أسهم في رفع مستوى تمثيل الدول الشقيقة في هذا المؤتمر الذي يتزامن مع تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بسبب بطش الاحتلال